اشتركوا في القناة ازايكم يا اصحابي الحلوين انهذا هحكيلكم حدوتة جميلة اسمها طرح عددين ازاي؟ انت طرح عددين بالحدوتة دي تعالوا مع بعض نشوف انا يا اصحابي كان عندي خمس كوة بس يا اخسار الخمس كوة دول بعض منهم كوتين يعني شلنا منهم او طرحنا منهم كوتين عشان هما بعضوا فتبقى معاني اصحابي يعاني كان ثلاث كوة بس فيبقى خمسة نقص منهم اتنين اللي هما كوتين اللي بعضوا اتبقى معاني بس يخسار ثلاث كوة بعد ما كان عندي خمس كوة ماشي؟ طيب تعالوا نكمل حكاية تعتنا انا اصحابي كمان ايه؟ كان عندي سبع وردات بس يخسار يا اصحابي فيه ثلاث وردات منهم ماتوا طيب لما كان عندي سبع وردات وثلاث وردات من وردتي الحلوين ماتوا اهم وماتوا هم اتبقى معاني كم وردات نعد مع بعض اجي واحدة اثنين ثلاثة اربعة يبقى السبع نقص منهم اربعة يعني نشيل منهم اربعة او نطرح منهم اربعة يبقى ثلاثة اللي هم اللي هم ماتوا ويتبقى عندي في البيت اربعة وردات بس عشان الثلاثة ماتوا طيب اصحابي نوريكو بولو حاجة تانية تبع قصتي كان عندي اصحابي ثلاثة اصحاب حلوين بس يخسار في عندي منهم صاحبين سفروا سفروا بعيد 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 لما تبقىش عندي غير صاحب حلو واحد والصاحبين الثانين دول ماتوا طيب لما تبقى مع عندي صاحب واحد عشان احنا فيه الثلاثة نقصنا منهم اثنين اللي هم اللي ماتوا تبقى معانا واحد بس ماشي اصحابي شفتوا سهل اوي ازاي وحلو ابي حدوتنا النهاردة طيب طعا نشوفوا مع بعض الاسئلة حلوة عندنا خمسة ناقص اثنين يدينا كم يا اصحابي يدينا كام الخمسة اخدوا بالكو نحن ندق براكم الكبير مع هدكاء راكم الصغير خمسة ناقص اثنين يدينا زي ما انتم قلتو شطرين ثلاثة طيب ثلاثة ناقص واحد عندنا مثلا ثلاثة سوابة شلنا منهم واحد يتبقى عندنا كام واحد اثنين يبقى ثلاثة ناقص واحد يدينا اثنين وعندنا تسعة ناقص خمسة تسعة حاجات ناقصنا منهم خمسة يعني شلنا منهم خمسة اكيد زي ما انتم قلتوا دلوقتي اصحاب الحلوين هيتبقى منهم اربعة نكتبى راكم اربعة اخر واحدة اللي هي ثمانية ناقص اثنين مش هقلوكم اجابتاعتها دلوقتي انتو هتقول لي ما جاء ما قابلكو ونحكي مع بعض حدودة جديدة ودلوقتي اسبكو ومعنى فهم نتعلم بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته